خلف مقتل سائحتين أجنبيتين صدمة كبيرة وسلكرة عارما وسط السكن المحلية التي لم يسبق لها أن عاشت مثل هذا الحدث الإجرامي حيث أن معظم سكان المنطقة يعتمدون في دخلهم بشكل أساسي على السياحة بفضل استقطاب أعداد مهمة من السياح الأجانب والمغاربة تيلة السنة مما جعلهم يتخوفون من تأثير الحادث سلبا على هذا النشاط وأطلقوا حملة فيسبوكية تضامنية الغاية منها تنوي الرأي العام وعدم الإساءة إلى المنطقة وعلى إطري هذا الحدث علق نشاط مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تدوينة مختلفة نحن وأعضاء الجمعية نستنكر هذا العمل الوحشي ونتمنى أن لا يؤثر هذا العمل الوحشي على السياحة في البلاد ميروززين أيضا قال تلقيت خبرا محزنا هذا اليوم ويتعلق بوفات أجنبيتين نفطتين نوردين النصيري قال بشاعد جريمة إمريل شمهروش القتل والثمثيل بالجتة وفصل الرؤوس على الأجسد والاقتصاب عمل الجبان ومنبوذ ومرفوض من كل ساكنة الحوز محمد أيت بلعيد أيضا قال أعلنوا تضاموني المشروط مع ساكنة إمريل بعد الفجع التي هزت المنطقة جمعية ملتقى شباب طرور للتلمية القروية بويرغان أعلنت بدورها تضامنها لمطلق مع المنطقة عبر صفحتها الخاصة بفيسبوك كما لن يتقدر عدد من الأفراد الآخرين هذا الفعل الإجرامي الذي مستبسوا مع التالمنطقة وقد يؤثروا على الحياة الاقتصادية وقاموا بنشر تعليقاتهم وتدبيناتهم مختلفة في صفحتهم الفيسبوكية